استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك على هامش الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرية العالمية التابعة للأمم المتحدة والمنعقد بالقاهرة اوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان اللقاء شهد تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر قيادة وشعبه للقضية الفلسطينية ورفض كافة اشكال التصعيد الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة او الضفة الغربية مع استمرار الجهود المصرية المكثفة الهادفة للهدنة ووقف اطلاق النار وانفاذ المساعدات الانسانية والعمل في الوقت ذاته على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في اقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو من عام 1967 وافقار لقرارات الشرعية الدولية واضف المتحدث الرسمي ان الرئيس السيسي اكد دعم مصر للسلطة الفلسطينية وبذلها جهودا كبيرة لمساعدة الاشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع اطياف الشعب الفلسطيني لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجه القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق من جانبه عرض الرئيس الفلسطيني رؤيته لتطورات الموقف واعرب عن شكره العميق للدور التاريخي والجهود المضنية التي تبذلها مصر بلا انقطاع لدعم القضية الفلسطينية مؤكدنا ان الشعب الفلسطيني يدرك ويقدر دور مصر الدعم وما قدمته وما زالت تقدمه من مساندة لفلسطين على جميع الاصعيدة اشتركوا في القناة